النقطة السادسة ستكون جوابا لسؤال يطرح نفسه ويطرحه الآخرون ما هو الدليل على أن منهج قناة القمر هو المنهج الأقرب إلى المنهج اليماني المنهج اليماني هو المنهج الأقرب إلى إمام زماننا وهذا المنهج لن نستطيع أن نضع أيدينا عليه بنحو حقيقي إلا بظهور اليماني وهذا الأمر لا يتحقق إلا بعد رجب العلامات والتفاصيل التي تحدثت عنها الروايات الشريفة بخصوص الفترة الزمانية القريبة من ظهور الحجة بن الحسن لكننا نحاول أن نقترب شيئاً فشيئاً من خصائص المنهج اليماني وقد حدثتكم عن هذا الموضوع فيما سلف في هذا البرنامج لا أريد أن أكرر ما تقدم من كلام لكنني سأجيب على هذا السؤال ما هو الدليل على أن منهج قناة القمر المنهج الأقرب من بين كل المناهج التي تطرح في ساحة الشيعية هو المنهج الأقرب من المنهج اليماني هناك دليلان دليل من داخل منهج قناة القمر ودليل من خارجه وهذا التقسيم تقسيم اعتباري من داخل المنهج أو من خارجه بالنتيجة كل شيء راجع وعائد إليهم صلوات الله عليهم وكل شيء أحدثكم به من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم لكنني لأجل تمييز المطالب وتصنيفها لهذا أقسمها هذا التقسيم الاعتباري فأقول هناك دليل من داخل المنهج وهناك دليل من خارج المنهج أتحدث عن منهج قناة القمار دليل من داخل المنهج مر ذكره في النقطة المضيئة الأولى في الحلقة الماضية إنها مكونات طعام مائدة القمار إنها مكونات المنهج مفردات المنهج فكل مفردات المنهج مصدرها قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم وهذه القضية لا تحتاج إلى إثبات فبين أيديكم مئات ومئات 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 من الساعات بين أيديكم هذه الكنوز المعرفية العقائدية التي مصادرها الأصلية قرآنهم وحديثهم فقط وفقط وفقط هذا دليل من داخل المنهج إنها مكونات طعام مائدة القمر دالة على أن الطعام هذا هو أنقى وأنظف طعام يقدم في الواقع الشيعي محمد وآل محمد أدبون من أننا إذا جلسنا على موائدهم فإن أحسننا أكلا فإن أكثرنا أكلا على موائدهم ومن طعامهم أكثرنا حبا له وأكثرنا وأعمقنا ولاية له قناة القمر دائما تضع بين أيديكم مائدتها بأطيب أطعمتها بالنكهة الزهرائية الرائقة وبالمذاقي المهدوي الفاخر سابقا والآن ولاحقا ما سيأتينا في قادم الأيام قطعا قطعا كل ذلك بتوفيق إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه دليل كما قلت لكم من داخل المنهج إنها المكونات الأصلية الحقيقية للطعام الذي الذي يقدم على مائدة القمر هذا دليل من الداخل وأنتم بحاجة إلى أن تتبعوا تفاصيل المكونات هذه في كل برامج في كل برامج قناة القمر المقام لا يحسع أن أدخل في التفاصيل لكنني سأفصل لكم بعض الشيء في الدليل الذي هو من خارج المنهج قلت لكم التقسيم تقسيم اعتباري فالدليل من داخل المنهج مرده إلى قرآنهم وحديثهم والدليل من خارج المنهج مرده أيضا إلى قرآنهم وحديثهم الدليل من خارج المنهج يشتمل على ثلاث لقطات اللقطة الأولى من سورة الضحى إنها آخر آية في سورة الضحى وهي الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة من السورة وأما بنعمة ربك فحدث الآية صريحة واضحة في أنها تأمرنا بأن يكون حديثنا في هذه الدائرة في أية دائرة في دائرة نعمة ربنا قطعا الخطاب لفظا لرسول الله صلى الله عليه وآله المضمون لنا محمد صلى الله عليه وآله ليس بحاجة بحاجة إلى هذا التوجيه أنا وأنتم بحاجة إلى هذا التوجيه فالخطاب اللفظي لمحمد صلى الله عليه وآله والخطاب المعنوي لي ولكم وأما بنعمة ربك فحدث أمر صريح واضح أن نحدث بنعمة ربنا وأن يكون حديثنا مستمرا دائما نعمة ربنا قطعا المراد منها النعمة العظمى أعظم نعمة من نعمه القرآن بين لنا أعظم نعمة من نعمه سبحانه وتعالى في الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة اليوم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي هذه النعمة التامة هذه النعمة الأتم اليوم متى في الغدير وبعد الغدير اليوم 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 أكملت لكم دينكم في الغدير وبعد الغدير حتى جاءنا الغدير الثاني إنها بيعة القائم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي هذه النعمة التام النعمة الأتم وأما بنعمة ربك فحدث هذه النعمة الأتم هي التي يأمرنا الله أن نتحدث عنها هكذا نزور أمير المؤمنين إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان من الزيارة الرابعة بحسب تبويب مفاتيح الجنان للمحدث القموي الزيارة الرابعة من الزيارات المطلقة لسيد الأوصياء هكذا نسلم على أمير الأمراء السلام على حجة الله البالغة ونعمته السابقة هذه هي النعمة السابقة هذه النعمة الأتم النعمة السابقة النعمة التي تغطينا تماما ألا يقال من أن أفضل الوضوء هو الوضوء السابق الوضوء السابق حينما نجعل الماء يصل إلى جميع أعضاء الوضوء بنحو وافر وواضح فإن الماء يجري وإن الماء يصل وفيرا إلى كل أجزاء أعضاء الوضوء هذا هو الوضوء السابق ويقال درع سابقة حينما تغطي تمام الأجزاء من البدن لحماية البدن من سيوف الأعداء ورماحهم درع سابقة وثوب سابق الثوب السابق هو الثوب الذي ليس فيه من نقص وليس فيه من قصر في طوله ثوب يأتي وافيا على لابسه يأتي سابقا النعمة السابقة هي هكذا النعمة التي تغطي نقصنا تغطي حاجتنا السلام على حجة الله البالغة علي هذا ونعمته السابقة هذا في الزيارة الرابعة في الزيارة السادسة الكلام هو هو نسلم على الأمير صلوات الله وسلامه عليه السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابقة علي وهل غيره يخاطب بهذا الخطاب قطعا محمد وآل محمد هم الذين يخاطبون بهذا الخطاب بلسان الحقيقة فقط وفقط السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابقة أعود إلى سورة الضحى وإلى آخر آية فيها وأما بنعمة ربك فحد ماذا روى لنا القم في تفسيره والطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الثامنة والخمسين بعد السبعمئة الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وأما بنعمة ربك فحد قال بما أنزل الله عليك وأمرك به من الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية وبما فضلك الله به فضله بالولاية فالولاية هي الأفضل هذه دعائم الإسلام بحسب مصطلحات حديث العترة وأما بنعمة ربك فحدث قال بما أنزل الله عليك وأمرك به من الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية وبما فضلك الله به الله فضله بالولاية فالولاية هي الأفضل أما الصلاة والزكاة والصوم والحج فهذه لا قيمة لها إلا بالولاية هذه عوارض والولاية حقيقية ذاتية وهذه العوارض لا تتقوم إلا بالولاية فالصلاة مظهر من مظاهرها وكذاك الزكاة وكذاك الصوم وكذاك الحج الولاية هي الأصل القرآن صريح في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وإن لم تفعل إن لم تفعل إن لم تبلغ ببيعة الغدير فما بلغت رسالته هذا هو الذي فضل به الدين بل هذا هو الدين وحقيقة الدين وأما بنعمة ربك فحدث قال بما أنزل الله عليك وأمرك به من الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية وبما فضلك الله به ماذا نقرأ في كتاب الخصال لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة 308 إنه الحديث الحادي والعشرون بسنده عن أبي حمزة الثمالي قال قال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه بني الإسلام على خمس إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان والولاية لنا أهل البيت فجعل في أربع منها رخصة لأنها عوارض ما هي بذاتيات فجعل في أربع منها رخصة ولم يجعل في الولاية رخصة لماذا لأنها هي الأمر الذاتي الذي تتقوم به تلك العوارض الأصل هنا بني الإسلام على خمس إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان والولاية لنا أهل البيت فجعل في أربع منها رخصة في الصلاة والزكاة والحج والصوم ولم يجعل في الولاية رخصة من لم يكن له مال لم يكن عليه الزكاة المراد من الزكاة هنا العبادة المالية بكل تفاصيلها وليس عنوانا خاصا مثل ما يقول مراجع النجف اتباعا لما يقوله مراجع السقيفة بني ساعدة لا شأن لي بها أولا إني لأبرأ براءة قطعية من مراجع السقيفة بني ساعدة وأبرأ براءة قطعية من فكري مراجع حوزتي الطوسي حوزة النجف أبرأ من فكرهم ودينهم من أوله إلى آخره من لم يكن له مال لم يكن عليه الزكاة ومن لم يكن عنده مال فليس عليه حج ومن كان مريضا صلى قاعدا جاء بالصلاة ناقصة وأفطر شهر رمضان والولاية مطلوبة صحيحا كان أو مريضا أو ذا مال أو لا مال له فهي لازمة واجبة الولاية هي الأصل هي التي تذوت تلك العوارض الصلاة والزكاة والحج والصوم عوارض تتذوت وتتقوم وتتحقق بولاية علي وآل علي الرواية واضحة وصريحة إذن حينما نتحدث عن الصلاة بعيدا عن الولاية ما تحدثنا بنعمة ربنا ومن هنا فإن الصلاة حينما تكون خلية من ذكر علي ما هي بنعمة ربنا ذكر علي أساس النعمة في الصلاة وهكذا في سائر العبادات وفي الزكاة وفي الحج وفي الصوم وفي كل شيء ذكر علي هو الأساس لأن الدين يتذوت ويتحقق ويكون دينا حقيقيا بعليا فقط بعليا وعليا فقط وأما بنعمة ربك فحدث أمر واجب حينما نتحدث قطعا الآية تشير إلى الحديث الذي لا بد أن يكون ظاهرا وواضحا في حياتنا ولا بد أن يكون مستمرا وأما بنعمة ربك فحدث الذي يستحق أن نتحدث عنه ولاية علي وآل علي فقط من هنا أمرنا الله بالأمر الواجب هذا أمر واجب يجب على الشيعي أن يتحدث بولاية علي على الأقل بالقدر الذي يقال عنه من أنه يتحدث عن ولاية علي أن تكون هذه السمة سمة واضحة أنا أسألكم قناة القمر هل تتحدث عن غير علي قارنوا بينها وبين القنوات وقارنوا بين هذا الذي يحدث كم عبرها وبين الآخرين من الذي تحدث عن بيعة الغدير وبالنحو العميق الواسع المكتبة الشيعية موجودة عندكم والفضائيات موجودة والمتحدثون موجودون ومراجعكم موجودون وقارنوا قارنوا بينما حدثتكم به عن بيعة الغدير وما تظهره لكم هذه القناة عن ولاية علي وآل علي قارنوا بين هذا وبين كل ما في التراث الشيعي مما كتبه مراجع الشيعة قارنوا بين العمق والدقة والممازجة فيما بين قرآنهم وحديثهم وأدعيتهم وزياراتهم أنا لا أتحدث في زاوية لا يسمعني أحد أنا لا أتحدث في مكان مظلم فيما بيني وبين نفسي أنا أتحدث عبر الأقمار الصناعية المكتبة الشيعية موجودة والمتحدثون الشيعة موجودون وأحاديث موجودة وقارنوا قارنوا قارنوا فيما بين المنهج الذي أتحدث عنه وبين المناهج الأخرى هذه الآية على من تنطبق بشكل واضح على منهج قناة القمار على أحاديث أم على مناهج الآخرين وأما بنعمة ربك فحدث هذا أمر بوجوب الحديث وهذا أمر بإظهار الحديث وهذا أمر باستمرار الحديث وهذا أمر واضح بالوقوف في وجه الذين يرفضون الحديث بهذه المواصفات بمواصفات قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم طبقوا هذه الآية بأنفسكم الواقع بين أيديكم المعطيات متوفرة لديكم خذوا الآية وطبقوها وأما بنعمة ربك فحدث أمر واجب تحدثوا عن ولاية علي وآل علي وأظهروا ذلك وافتخروا بذلك ولا تعبأوا بالآخرين ومن الآخرون من الآخرون أتباع سقيفة بني ساعدة أم أتباع سقيفة بني نجف من هم هؤلاء وأما بنعمة ربك فحدث أمر بالحديث أمر واجب وبإظهاره ونشره وإعلانه وبالاستمرار وهو أمر يشتمل على بيان المعاني العميقة لأن النعمة عظيمة فلا بد أن يكون مضمونها عميقا نحن نتحدث عن النعمة الأعظم وأما بنعمة ربك فحدث أنا أنا أسأل وجدانك هذا المضمون ينطبق على من في واقعنا الشيعي في واقعنا اليوم على أية فضائية على أي خطيبة على أي متحدث على أي منهج على أي فكر على أي مسلك عقائدي يتحرك في الواقع الشيعي حتى إذا أردتم أن تنكروا ذلك بألسنتكم فيما بينكم وبين أنفسكم تعرفون الحقيقة إنه منهج قناة القمر وإنه هذا الماسوني كما تصفونه هو هذا الذي تنطبق عليه مضامين هذه الآية قطعا بحدود بحدود قصور وتقصير لكنني أتحدث هنا عن المقايسة فيما بين منهج قناة القمر مع القصور والتقصير مقايسة مع المناهج الأخرى نذهب إلى فاصل اللقطة الأولى من سورة الضحى وأما بنعمة ربك فحدث حدث تكلم أنا أسألكم مراجعكم يتحدثون عن ولاية علي وأهل علي حتى لو تحدثوا فإنهم سيتحدثون بحديث التقصير وسيكونون مضحكة للوهابيين بسبب بسبب عدم فصاحتهم وبلاغتهم وبسبب عيهم وجهلهم وطريقة حديثهم هذا هذا هو الواقع الموجود بين أيدينا وأما بنعمة ربك فحدث أمر صريح بالكلام بالحديث بالشرح بالبيان حينما نتحدث عن نعمة ربنا لا بد أن نظهر جمالها ولا بد أن نظهر كمالها ولا بد أن نظهر جلالها ولا بد أن نظهر عظمتها ولا بد أن نظهر طهرها وقدسها ونورها لا بد أن نظهر حقائقها بقدر ما نستطيع وإلا فلا معنى لحديثنا لا بد أن يكون الحديث حديث البلاغة والفصاحة لا بد أن يكون الحديث حديث البيان وحديث القرآن المفسر بتفسيره لا بد أن يكون الحديث بكلماته المفهمة بقواعد تثهيمه أما ما يتحدث به هؤلاء الحمير على المنابر لا علاقة له بمضمون الآية أو ما تتحدث به هذه الفضائيات القطبية الناصبية التي يقال عنها فضائيات شعية لا علاقة لحديثها بمحمد وآل محمد كما يريدون صلوات الله عليهم هذه الآية أجنبية عن كل ذلك أجنبية عن مراجعكم أجنبية عن حوزتكم أجنبية عن المكتبة الشيعية أجنبية عن الإعلام الشيعي أجنبية عن الفضائيات الشيعية أجنبية عن أئمة الجماعة والجمعة أجنبية عن هؤلاء الخطباء الحمير الذين يقال لهم خطباء المنبر الحسيني هذه الآية أجنبية عن كل ذلك لأن الحديث هنا لا بد أن يكون مستندا إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم وإلى حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا إنها رسالة إمام زماننا الحجة بن الحسن إلينا إلى الشيعة في هذا العصر هي واضحة صريحة من أن المنهج القويم مع قصوره وتقصيره هو هذا المنهج الذي يطرح عبر هذه الشاشة منهج قناة القمر ومن سورة الضحى إلى سورة العصر والعصر يأتي بعد الضحى فالضحى في أول النهار والعصر يأتي بعد الزوال فمن الضحى إلى العصر في سورة العصر وتواسر وتواسعوا بالحق وتواسعوا بالصبر قطعا السورة تتحدث عن عصر القائم عن عصر غيبته وعن عصر ظهوره والعصر إن الإنسان لف خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسعوا بالحق وتواسعوا بالصبر ماذا نقرأ في أحاديثهم الشريفة أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في الصفحة ستمية واربعة وثمانين الحديث الأول من الباب السادس والعشرين بسنده عن المفضلي ابن عمار قال سألت الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليهما صلواتهم على الصادق وعلى أبيه الباقر المفضل يسأل الصادق عن قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر الإمام يقول العصر عصر خروج القائم إن الإنسان لفي خسر يعني أعداءنا إلا الذين آمنوا يعني بآياتنا وعملوا الصالحات يعني بمواساة الأخوان وتواسوا بالحق يعني بالإمامة وتواسوا بالصبر يعني في الفترة في الفترة في الغيبة التواصي وتواسوا بالحق يعني بالإمامة وتواصوا بالصبر يعني في الفترة في زمان غيبته ومن هنا قلت لكم من أن العصر هنا هو عصر القائم بجناحي بجناح الغيبة وجناح الظهور في الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين الاستراباد النجفي الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة الجزء الثاني صفحة ثمانمية وأربعة وخمسين بسنده عن محمد بن علي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إمامنا الصادق يقول استثنى الله سبحانه أهل صفوته من خلقه حيث قال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بولاية أمير المؤمنين وعملوا الصالحات أي أدوا الفرائط وتواصوا بالحق أي بالولاية وتواصوا بالصبر أي وصوا ذراريهم ومن خلفوا من بعدهم بها بالولاية الحديث في أجواء علي وآل علي الحديث في أجواء فاطمة وآل فاطمة الحديث في أجواء حسين وآل حسين الحديث في أجواء قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ماذا تقول السورة الشريفة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر التواصي ما هو التواصي أعظم من الحديث التواصي حديث خاص متواصل بنعمة ربك فحدث قد يكون الحديث في ساعة عند الصباح من هذا اليوم وفي ساعة عند الصباح أيضا من يوم غد وهكذا أما التواصي التواصي تفاعل التفاعل اهتمام والتصاق بالشيء تواصل التواصي تواصل والتصاق واهتمام يوصي أحدنا الآخر والذي يرى نفسه أنه سيفارق الحياة يوصي الأحياء من بعده يذكرنا هذا بوصيتي مسلم بن عوسج لحبيب في يوم الطفوف حينما سأل حبيب مسلما هل توصيني بشيء قال أوصيك بهذا أوصيك بالحسين مصداق واضح لما جاء في هذه السورة الشريفة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر التواصي تفاعل بالضبط كتفاعل ابن عوسج في ساحة الغاضريات أوصيك بهذا هذا هو التفاعل وهذا هو الالتصاق بحقيقة الدين التي تجلى في أطهر زبدة لها في حسين في حسين وهل للدين من حقيقة يمكن أن نشير إليها من دون أن نشير إلى حسين فهذا هو الدين بكله بظاهره وباطنه بألفاظه ومعانيه بأوله وآخره بمبادئه وغاياته بأسراره وبإعلانه وبإعلانه بكل ما للدين وما في الدين وما من الدين وما إلى الدين من مضمون من مضمون يشير من قريب أو من بعيد هذا هو الدين هذا هو الدين إنه إنه إمام زماننا إنه الحجة بن الحسن وهذا التواصي في فنائه وفي أجوائه أسأل وجدانكم هل هناك من فضائية تقوم بدور التواصي هذا التواصي في فناء إمام زماننا مثلما تقوم قناة القمر هذا هو منهجنا منهج التواصي هل حدثكم أحد في الجو الشيعي هل قرأتم في المكتبة الشيعية شيئا من معرفة إمام زمانكم كالذي تعلمتموه من هذه القناة المكتبة الشيعية موجودة بإمكانكم أن تقارنوا فيما بينما كتبه مراجع الشيعة وعلماء الشيعة منذ أن تأسست حوزة النجف وإلى اليوم وقارنوا بين الذي طرحه هذا الماسوني كما تصفونه قارنوا هذه آيات قرآنكم إذا كنتم تعتقدون أن القرآن قرآنكم أين هذا المضمون التواصي بالحق والتواصي بالصبر لا أن يخرج المتحدثون وهم لا يحسنون قراءة البسبلة ولا يحسنون قراءة آية أو رواية من الكتاب الكريم هذا ما هو التواصي التواصي لا بد أن يكون وفقا للأصول الصحيحة لا بد أن يكون وفقا لقرآنهم المفسر بتفسيرهم ووفقا لحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم هذا هو التواصي الله حين يأمرنا أن نتواصى بالحق فهل يأمرنا أن نتواصى ونحن لا نحسن قراءة القرآن ولا نحسن فهمه ويريد منا أن نتواصى بقرآن لا نحسن قراءته وبأحاديث لا نحسن قراءتها وبعد ذلك لا نحسن فهمها فأي تواصن هذا هذا التواصي بأصوله وشرائطه أين تجدون هذا أنا أسأل وجدانكم أين تجدون هذا وحتى لو وجدتموه في مكان آخر قارنوا قارنوا بين ذلك المكان وبين هذه المائدة هذه مائدة القمار وهذا هو إفطار القلوب على مائدة المحبوب وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر التواصي لا بد أن يكون متواصلا مستمرا ولا بد للذي يقوم بهذا الدور أن يكون صادقا أن يكون مخلصا وإلا كيف يقوم بهذا الدور بدور التواصي لو لم يكن يعيش حالة الحماس العقائدي كيف سيواصل طريقه خصوصا حينما يتفق الجميع على أن يضع المعوقات في كل شبر من الطريق الذي يسير فيه خذوا الآية وتدبروا فيها وطبقوها على أي جهة في الواقع الشيعي على مراجعكم الذين لا يفقهون معنى هذه السورة وقد عردت لكم كيف فسرها لكم المرجع الجديد باقر الإيرواني عردتها لكم وعودوا إلى بقية مراجعكم وعودوا إلى خطبائكم وعودوا إلى الخطباء الحمير الذين يرتقون المنابر في هذه الليالي عودوا إلى هؤلاء الحمير واستمعوا لما يقولون من هراء مراجع النجف وهراء مراجع سقيفة بني ساعد إذن اللقطة الأولى ما جاء في سورة الضحى في آخر آية وأما بنعمة ربك فحده واللقطة الثانية ما جاء في سورة العصر في الآية الثالثة بعد البسملة أيضاً في آخر آية من السورة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قارنوا بين المتحدثين وقارنوا بين المتواصين أساساً هل هناك من تواصي في واقعنا الإعلامي هذه الأدلة الواضحة التي تجعل منهج قناة القمار منهجاً مميزاً منهجاً مشقصاً لذا حين أصف قناة القمار من أنها قناة الحقائق من أنها الصوت الشيعي المميز هذا الكلام لم يأتي جزافاً هذه حقيقة يثبتها الواقع ويمكنكم إذا كنتم منصفين أن تشخص هذا الأمر من خلال المقارنة فيما بين منهج قناة القمار وسائر المناهج الأخرى في أجوائنا الشيعية نذهب إلى فاصل إذن اللقطة الأولى حديث عن نعمة ربنا عن النعمة الأعظم اللقطة الثانية أن نتواصى بالحق وبالصبر إنه التواصي بإمام زماننا اللقطة الثالثة هذا هو الجزء الثاني من الكاف الشريف وطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة الثانية والأربعين باب دعائم الإسلام الحديث الأول بسنده عن أبي حمزة عن أبي جعفر عن إمام الباقري صلوات الله عليه قال بني الإسلام على خمس على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية قطعا حينما نودي بالولاية في يوم الغدير فإن النداء في يوم الغدير يختلف عن النداء بالولاية في سائر الأيام ومن هنا جاء في الحديث الثامن من الباب نفسه في الصفحة الخامسة والأربعين عن فضيل إنه فضيل ابن يسار عن فضيل عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه بني الإسلام على خمس الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم ينادى بشيء ما نودي بالولاية يوم الغدير فالنداء في يوم الغدير كان خاصا جدا هذا ما بيّنته لنا الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين الكافرون وهم الأشد كفرا في الكتاب الكريم بحسب الآية الذين كفروا ببيعة الغدير لماذا لأن بيعة الغدير هنا جُعِلت في منزلة أعلى من التوحيد والنبوة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فما الرسالة إلا توحيد ونبوة مع بقية التفاصيل فجُعِلت بيعة الغدير في كفة لأنها هي التي تذوِّت الرسالة تحقِّق الرسالة تذوِّت تجعل لها ذاتا تجعل لها حقيقة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين هذا النداء كان في يوم الغدير ونداء يوم الغدير حتى وإن تكرر في سائر الأيام فإن خصوصيته ستبقى محفوظة له وبه من هنا يقول إمامنا الباقر بني الإسلام على خمس الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيء ما نودي بالولاية يوم الغدير هذا في يوم الغدير أما في سائر الأيام فإن الإمام يقول بني الإسلام على خمس على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية على طول الخط إلى يوم القيامة ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية هذا التعبير تعبير دقيق جدا في سورة الجمعة ماذا نقرأ في سورة الجمعة في الآية التاسعة بعد البسملة سورة الجمعة نداء نداء لا بد أن يكون الصوت مرتفعا حين نتحدث عن الولاية ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية قارنوا قارنوا بين هذه القناة وسائر القنوات قارنوا بين أسلوب الحديث وبين طريقة الطرح وبين عمق المفاهيم وبين نظافة المصادر وأصليتها من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم قارنوا بين منهج قناة القمر وسائر القنوات الأخرى بين منهج قناة القمر وما كتب في المكتبة الشيعية منذ أن تأسست حوزة النجف إلى هذا اليوم بينما يطرح في هذه القناة وما يذكر في بيانات مراجعكم وأحاديثهم إنها بيانات مهلهلة أما الأحاديث فهي سخيفة إلى أبعد الحدود أنا لا أتحدث عن شيء خفي كل هذا أثبته بالوثائق والحقائق بمئات ومئات من الساعات وبمئات ومئات من الوثائق والحقائق والدقائق وكل هذا متوفر بين أيديكم إذا كنتم تبحثون عن الحقيقة إذا كنتم تهتمون لأمر دينكم إذا كنتم تتساءلون عن حقائق عقائدكم فالنداء أذان والأذان نداء وهذا المضمون يمكننا أن نتلمسه في سورة الحج وأذن في الناس بالحج أذن ارفع صوتك نادي يا إبراهيم هذا أمر من الله إلى الخليل إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق إنها الآية السابعة والعشرون بعد البسملة من سورة الحج وأذن في الناس بالحج وكذا في سورة يوسف في الآية السبعين بعد البسملة من سورة يوسف فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون أذن مؤذن نادى مناد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة النداء أذان والأذان نداء ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون وليس هذا في الدنيا فقط في الآخرة أيضا إذا ما ذهبنا إلى سورة الأعراف وإلى الآية الرابعة والأربعين بعد البسملة ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم أهل النار قالوا نعم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين أذن مؤذن بينهم نادى مناد والمؤذن أمير المؤمنين فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين فعلي مؤذن الدنيا وعلي مؤذن الآخرة هكذا حدثتنا رواياتهم وكلماتهم الشريفة فأذن مؤذن فنادى مناد فالأذان نداء والنداء أذان ماذا يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه ولم يناد بشيء كما نوذي بالولاية الصلاة لها أذان والحج له أذان إنه أذان إبراهيم الخليل لكن الصلاة في كل يوم يرتفع أصوات المؤذنين لأجلها أصوات مرتفعة وعالية ومتكررة ولكن الولاية لابد أن ينادى لها بطريقة أعلى وأكثر وأعظم من الصلاة لأن الصلاة لا قيمة لها من دون الولاية وأخبياء النجف يقولون لكم إن ذكر علي فيها يبطلها هلا لعنة على دينهم هلا لعنة على فتاوهم أتعلمون أن الصلاة من دون ذكر علي باطلة وإذا كانت الصلاة باطلة فصيامكم باطل وإذا كانت الصلاة باطلة فصيامكم باطل وحق نحر حسين صيامكم باطل إذا كنتم لا تذكرون علي بعنوان الوجوب القطعي في التشهد الوسطي والأخير من صلواتكم اليومية صلاتكم باطلة وإذا كانت الصلاة باطلة صيامكم باطل صيامكم باطل وحجكم باطل فجزء من الحج صلاة والحج عبادة قبولها مقترن بقبول الصلاة لا أتحدث عن الصلاة التي هي جزء من أجزاء الحاج إنما أتحدث عن الصلاة التي هي عبادة مستديمة في حياتنا إذا ما بطلت الصلاة العبادة المستديمة بطلت سائر الأعمال وسر القبول فيها ذكر علي في جانبها اللفظي أما في جانبها المعنوي فهي البيعة لعلي الولاية لعلي وهكذا نحن نؤمن بظاهرهم وباطنهم ومن صور ظاهرهم ما يتجلى في ألفاظ الصلاة فلا بد أن تكون الصلاة في ألفاظها مجتملة على ذكر علي صلوات الله وسلامه عليه الذي هو سر طهورها وسر صحتها وسر قبولها وبه تتذوت الصلاة ومن دونه فلا معنى للصلاة ولا معنى للزكاة ولا معنى لكل الدعائم هذه الدعامة الحقيقية علي علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية أنا أقول لكم هل هناك من قناة تكرر يوميا خطبة بيعة الغدير هل هناك من قناة تشرح لكم دائما على لسان ماسونيها هذا كما تقولون أو في الأحاديث التي تعرض أو في كل المقاطع التي تبث هل هناك من قناة تحدثكم عن ولاية علي وتنادي بولاية علي كما تفعل هذه القناة هل تريدون أدلة أكثر من ذلك وقت الحلقة انتهى وإلا كان في نية أن أذكر لكم لقطات أخرى ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية قارنوا بين نداء قناة القمر بولاية علي وآل علي وبقية القنوات بين حديث المتحدث هذا وكيف ينادي بولاية علي أنا لا أريد أن تقارن بيني وبين أولئك الذين لا يحسنون أن يتكلم جملة واحدة بنحو صحيح فهؤلاء خارجون من الموضوع أنا أطالبكم أن تقارنوا فيما بيني وبين الذين تصفونهم بالعلم والفقه والأعلمية وإلا فأولئك جهال لا وجه للمقارنة فيما بين ما يطرح في هذه القناة وما يطرح عبر أحاديثهم عبر قنواتهم عبر منابرهم عبر كتبهم ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية الحديث الخامس حديث طويل سأقرأ جانبا منه عن زرارة عن أبي جعفر عن إمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه بني الإسلام على خمسة أشياء على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية قال زرارة فقلت وأي شيء من ذلك أفضل فقال الولاية أفضل لماذا لأنها مفتاح هنا المفتاح هنا لأنها مفتاح هنا إلى أن يقول إمامنا إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث مع زرارة ذروة الأمر وسنابه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته الكلام الكلام واضح وصريح فأية قناة تحدثكم عن معرفة إمام زمانكم كما تحدثكم هذه القناة ألا يكفي هذا دليلا لكم ما ذكرته لكم من دليل من داخل منهج قناة القمار ومن دليل من خارج المنهج وقلت لكم التقسيم تقسيم اعتباري عودوا إلى الآيات التي أشرت إليها عودوا إلى هذه الأحاديث ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية فهناك حديث وهناك تواصي وهناك نداء لا بد أن يكون عاليا ولا بد أن يكون واضحا وهذا ما أتمنى بتوفيق إمام زماني أن أقضي بقية حياتي عليه وأن أموت عليه وأن أحشر يوم القيامة وأنا أرفع صوتي بين الجميع أشهد أن علي ولي الله مثل ما رفعت صوتي في الدنيا وفي كل مقام أستطيع أن أتحدث فيه ولم ينادى بشيء كما نوذي بالولاية نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر